ترقب المهتمون بالدراما والسينما مهرجان الجونة لرؤية إطلالات نجومهم المفضلين على البساط الأحمر وهي فرصة للتعليق على الفساتين والتصريحات وفرصة أيضا للتعليق على السلوك في أيام الكورونا الفنان ليلى علوي والممثل ياسمين صبري كان لهما تصريحات حول المرأة في المجتمع المصري وكانت في افتتاح المهرجان وجلبت لهما سيلا من الانتقادات مثلا الفنان ليلى علوي نفت أن يكون المجتمع المصري مجتمعا ذكوريا وارجعت الأسباب لهذا الأمر نحن مش مجتمع ذكوري بدليل أن المجتمع ده المرأة والأنسة فيه أكثر من عدد الرجل نحن مجتمع لسه بعضه عايش على فكر زمان اللي هو الفكر الذكوري لكن نحن مش مجتمع ذكوري لو حسبنا تعد السكان هلاقي أن البنت أو الأنسة أكثر من الذكر أيضا الممثلة ياسمين صبري نفت أن تكون هناك قضية للمرأة لتجسيدها في أدوارها أخصد المرأة المصرية أي دور لنفسك تعملين؟ تفكري فيه؟ أنا أحب المرأة فأحب أعمل حاجاتك للمرأة دفع عن القضية ما فيش قضية أو يندفع عنها بس أنا أحب الحاجات اللي ممكن تكون السد بتمر بيها كل يوم أو عندها مشكلة أحطها في الفيلم أو في المسلسل هذه نماذج من التغريدات أبدأ برابح فران يقول لما تكون فنان عربي إليك تاريخك وإسمك وشهرتك من المعيب أو المعيب تحكي بقضية ما بتفهم فيها خصوصا قضايا لها علاقة بالإنسانيات والحقوق وهنا منرجع نذكر أن إدارة أعمال الفنانين المفترضة تكون ملمة بكل شيء وبتتحمل المسؤولية ليلة علوية صباحه رغدة تقول ليلة علوية مسكينة خانها التعبير الجونا مش هتقدر تغمض عينيك وهو شعار كبير ياسمين صبري تقول هذه تغريدة من أميرات تتحدث عن ياسمين صبري تقول مثال عبقري عن المرأة الجميلة إل ونقاط سبعون بالمئة من نساء بلدها مقهورات سواء مديا أو معنويا المذيعة تسألها الدور لتحب تلعبه ربما يلقي الضوء على مشكلة تخص المرأة تقول لها ما فيش قضية ندافع عنها في مثل فرنسي بيقول كوني جميلة واسكتي إبراهيم إبراهيم فودة يقول في تغريدته ياسمين صبري طيرت كل قضايا المرأة في الكنافة في دقيقة أما بالنسبة لهذه طبعا نشر عدد من المغردين ردا على ليلة علوي وتصريحاتها بشأن المرأة والإحصاءات نشروا إحصاءات الأخيرة لجهاز السكان في مصر والتي نشرت في بداية هذا العام وأحصت عدد السكان بمئة مليون نسمة واحد وخمسون فاصلة خمسة في المئة منهم ذكور وثمانية واربعون فاصلة خمسة بالمئة منهم إناث على عكس ما قالت ليلة علوي حاولنا التواصل مع الفنانة المصرية ليلة علوي لكنها رفضت التعليق على الانتقادات التي وجهت إليها بالنسبة لياسمين صبري ردت على منتقديها عن طريق إعادة نشر تغريدة مدافعة عنها تقول ما تركبوش تريند وخلاص كان أصدها عن قصة المسلسل أو العمل أما لدعم المرأة فهي من الفنانات التي شاركوا في حملة انتي الأهم ضد ختان البنات وعندها أعمال كثيرة ومن الداعمين لقضية المرأة غالبا بعيدا عن قضايا المرأة البعض انتقد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ورغم التصريحات التي سبقت إدارة المهرجان ومزنسقيه ظهر عدد من الفنانين من دون كمامات تبادل القبلات والأحضان لم يبالوا بقواعد التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى عدم وجود مسافات كافية بين المقاعد بقاعة الافتتاح لتتطابق مع معايير التباعد الاجتماعي كما وعد منسقه المهرجان كثيرون علقوا على الإجراءات الوقائية بالمهرجان وهذه إحدى التغريدات من ماجد فانوس يقول ماجد فانوس افتتاح مهرجان الجوان السينمائي في دورته الرابعة في ظل جائحة كورونا أمر صعب في ظل ندرة التزام المشاركين فيه بارتداء المسك الطبي الواقع وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي كما يجب شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها